خبر اخر ايضا من نادي الاهلي انه مصطفى شبير حارس مرمى النادي الاهلي الرائع الحقيقة جات له مجموعة من العروض انا بس بتساءل هنا وطبعا اصحاب القرار هم اصحاب القرار احنا مجرد من دردش يعني يعني النهاردة الاهلي عنده محمد الشناوي حارس كبير وعنده علي لطفي حارس كبير وعنده مصطفى شبير اثبت ان هو خامة عظيمة وحارس واعد للغاية مش عايز اكبره اوي اسويب علي لطفي والشناوي لكن هو حارس واعد جدا بدليل ان عنده عروض ومؤكد عنده عروض مؤكد يعني وفقا للكلام اللي قدامي ان بيرامز والاسماعيل والبنك الاهلي والداخلية تقدموا بعروض عشان يضموا مصطفى شبير وانا مصدق ده جدا جدا لكن هو على الجانب الاخر هو الاهلي بيدور على حارس مرمى ليه اذا كنت انت عندك ثلاثة رائعين عندك محمد الشناوي وعندك علي لطفي وعندك بصفى شبير لان الكلام ان هم كانوا بيدوروا على صبحي بتاع فاركو وطبعا محمد صبحي بتاع فاركو ده اللي هو معار من نادي الزمالك هيفعلوا بند الشراف فاركو هيشتروا النادي الاهلي وفقا للكلام اللي طالع ان هم بيدوروا عشان ياخدوا محمد صبحي على فكرة فاركو موقوف من القيد للمشكلة بتاعة اللاعب بتاع المريخ السوداني والكلام ده كله ان هم اخدوه بطريقة اللي هو سيف تيري ده اخدوه بطريقة غير شرعية والكلام ده كله وتم اصدار القرار باقفهم عن القيد فاعتقد ان فاركو كان من المريخ السوداني اللاعب ده اعتقد ان فاركو لا يمكن تفرض في الهب ما عنداش قيد مش طالد تقود حد جديد يعني فده معار يعتبر على قوته لكن هو على الجانب الاخر زي ما نبقوله الاهلي بيدور ليه على حارس لكن لما تسألني انا بقى بشكل شخصي انا مكان اللاعب بقى مش مكان النادي انا مكان النادي التلاتة دول بتوعي تمام بس انا مكان اللاعب وهنا بتكلم على مصطفى شبير كأنه ابني بالزبط وهو ابني فعلا اذا مش هيلعب بشكل حقيقي لان في وجود محمد الشناوي وعلي لطفي فرصته هتبقى صعبة شوي يعني هو لعب الموسم ده كله بكسر ربطة بالحكاية بالرواية سبعة مباريات فقط لغير وعلى فكرة اخر تلات مباريات دخل فيه هدف واحد ما بش غيره يعني وفي السبعة مباريات دخل فيه اعتقد تلاتة هدف وحاجة زي كده يعني هو حرس واعد انا شخصيا لو هقول في ودن مصطفى اذا ما عندكش فرصة حقيقية للعب وهيبقى صعب ان انت تلعب على الشناوي وعلي لطفي انا اخد سنة عيارة العب فيها يا ابني وازود خبراتي واخد فلوس وكل حاجة وارجع نادية مرة تانية يعني لو فعلا فيراميز عايزك بس فيراميز فيه احمد الشناوي وفيه شريف اكرامي شوف نادي تبقى انت رايح عارف ان انت اللي هتلعب مش هتبقى الساكند جول كيبر هتبقى نمبر وان نمرة واحد والله انا لو ما كانوا اقسم بله لاخد هذا القرار اروح لعب وادوس وارجع تاني النادي الاهلي كده يعني اشتركوا في القناة